اشتركوا في القناة ترامج التي ينفذها النادي والتي تهدف لتعزيز الرياضة بين أفراد المجتمع وناقش سموه مع الكوهجي فكرة إقامة بطولة أقوى رجل بحريني والتي تتضمن عددا من المسابقات الرياضية في آن واحد تتسبب القوة والإثارة والتحدي بين المشاركين وقد أعرب سموه عن عجابه بفكرة إنشاء النادي وما يتضمنه من أهداف قيمة ترفع من قدرات المشاركين وتجعلهم أكثر جاهزية وقوة وتطور من قدراتهم ومستوياتهم الرياضية من جانبه أعرب السيد فارس الكوهجي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد مثمنا الجهود المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة الشباب والرياضة بالمملكة مؤكدا أن النادي يتطلع للمشاركة في تنفيذ رؤى وتطلعات سموه ترجمة نانسي قنقر